ديالة لربما إذ ما أردنا أن نتحدث بداية عن مساحتها مساحة ديالة بلغت أو وصلت إلى 17 كيلو متر وأيضا 685 هذه هي مساحة ديالة الرسمية والإحصائية المضبوطة عدد سكانها فيما يتعلق بإحصائية عدد سكان ووصل إلى أكثر من مليون ناسهمة لعام 2018 فقط إذ ما أردنا أن نتحدث عن مركز المحافظة فهو يتمثل بمدينة بعقوبة وفيها العديد من الأقضية أبرزها مقدادية بعقوبة بلدروز الخالص وخانقين وحتى كفري هذه هي ديالة إذ ما أردنا أن نتحدث عن عدد أو أبرز الهجمات عام 2022 فهو استشهاد 11 جنديا وهذا في كانون الثاني أما في شباط فهو مقتل أربعة إرهابين وأحباط هجوم وهذا في سد العظيم أنا أتحدث عن كل المناطق في ديالة في آذار هجوم مسلح على قرية سراجق قد تابع لناحية السلام أيضا حرق معمل في المنصورية واستشهاد آمر فوج وإصابة تسعة آخرين هذا في ناحية المنصورية وغيرها من المناطق والأقضية وهذا في كل الأشهر أما بدأنا السنة الجديدة في حادثة وجريمة مراوعة وهي جريمة الجيائلة أدى الضعف الاستخباري وتعدد مراكز القرار وتشابك عوامل جغرافية وأمنية وصراعات سياسية محلية ودولية أدى إلى خرق أمني في محافظة ديالة عرف في وسائل الإعلام بجريمة الجيائلة قرار مفاجئ بسحب قطعات الجيش كان المسؤول عن جريمة جديدة في منطقة الجيائلة قضاء الخالص نتيجته استهداف مسلحون مجهولون للمنطقة يسفر عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم شخص بجروح بالغة استمرار الخروقات الأمنية يعود لمجموعة أسباب أولها كثرة التغيرات في المناسب الاستخباراتية وأيضا فقدان المعلومة الاستخباراتية أيضا عدم وجود جهد استخباراتي كافا في المنطقة يقصد منطقة ديالة خاصة الجيائلة المنطقة المحصورة بين محافظة سلاح الدين وديالة وكاركوك من جهة أخرى أيضا صعوبة الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة التي تحتوي على وديان مرتفعات كثيرة أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر